بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبي رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البارح كان ذكر وفاة الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله وقدس الله سره أنا دائما أقول يعني بمناسبة هذه الذكرى دائما أقول أن العالم اليوم والإسلام اليوم بحاجة ماسة إلى منهج الشيخ أحمد كفتارو طبعا بغض النظر عن الإسم إذا كان الإسم يعمل مشكلة عند بعض المرضى لكن نتكلم عن المنهج الإسلام اليوم والعالم اليوم بحاجة إلى منهج الشيخ أحمد كفتارو في فهمه للإسلام وفي بنائه للإسلام السبب طبعا هذا ليس من منطلق أنه شيخي لا أنا سأتكلم عن رؤوس أقلام عن هذا المنهج يعني لعل أن نفهم هذا السر الذي نؤكد أنه هو الحل الوحيد اليوم لإصلاحها للمسلمين وإصلاحها للعالم كله طبعا الشيخ فالإيمان كان يستبدل بكلمة الإحسان التي وردت في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالانطلاق من التصوف من الإيمان حتى يتحول المسلم إلى مسلم حقيقي دائما بكرر هذه الكلمات مسلم حقيقي مسلم حقيقي الشيخ رحمه الله كان يعمل لقضية واحدة وهي أننا نحن المسلمين مسؤولون عن نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ليس لنا مهمة إلا هذه المهمة أفراد وعلماء وجماعات يعني الإسلام لاحظ الكلمة ما كان بيذكر بكل دروسه ومحاضراته على مدى سبعين سنة إلا كلمة الإسلام يمكن إذا أي محاضرة من المحاضرات بتعد كم كلمة إسلام ورد فيها يمكن عشرات المرات الإسلام 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 هي هذه الكلمة نحن مأمورون بإيصال الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن كل التسميات الأخرى الإسلام التي يندرج تحتها كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بأركان الإيمان الخمسة وأركان الإسلام الخمسة ما سوى ذلك ما في خلاف فكان الشيخ ينطلق رحمه الله حتى نحمل هذه المسؤولية هذه المهمة الكبرى السقيلة يجب أن ننطلق من الإيمان يعني يكون إنسان مؤمن حقيقي مسلم حقيقي وهذا بده كسر الزكر وكسر التوجه إلى الله وكسر التعبد وصحبة الصالحين هذا الانطلاق من هنا ثم يكون منهج المسلمين المسلمين هو القرآن الكريم بالخط العريض القرآن الكريم وحده بعيدا عن كل ما سوى بعيدا عن كل ما سوى ليس في القصد من ذلك إنكار السنة لا بدخلونا أبواب إنكار السنة وإنكار كذا فكر حداثي ومدري إيش لا ليس من هذا الباب من باب أن كل شيء ما سوى القرآن معرض للنقد كل شيء ما سوى القرآن في إشكال ليس بكله بأجزائه وكل ما بتعدت عن القرآن أكثر أقرب شيء للقرآن مثلا السنة بعد السنة شروح السنة بعد شروح السنة كتب الفقه وحواشي الفقه كل ما بتبعد أكثر هنين كان ممكن قصدون يزيدوا الإسلام شرح فزادوا الإسلام غموض وعملوا إشكال كبير وتفرق للمسلمين وابتعدوا كثيرا عن مقاصد القرآن وأهداف القرآن ومبادئ القرآن العليا ابتعدوا كثيرا جدا هي حقيقة هذه حقيقة لذلك كان يقول هو سماكم المسلمين من قبل كررها كثير لازم كلنا نكون تحت هذه الآية وننطلق من الإيمان والصدق مع الله وتحمل مسئولية نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وكل مسلم كان يقول كل مسلم داعي إلى الله أول ما ينبغي أن نعمل به على الصعيد الداخلي بين المسلمين توحيد المسلمين فتفرقة المسلمين سنة وشيعة وباضية زيدية صوفية سلفية أي تسمية كانت كان يرى في كل هذه التسميات تدمير للإسلام وابتعاد عن الحق لأن القرآن ما في ما في هذه التفرقة القرآن في أركان الإيمان وأركان الإسلام والتفاصيل والأحكام كانت الفقهية أو العقدية واختلاف الشروح واختلاف التوجهات على فرض أنه ممكن هذا بدي يصير لكن المفروض أنه ما يأثر أبدا على على وحدة المسلمين لكن اللي حصل لا اللي حصل لا اللي حصل كتب الأشاعرة بتكفر المعتزلة في كتير كتب أشاعرة بتكفر المعتزلة تكفير أو تفسيق وكتب الأشاع المعتزلة أيضا نفس المبدأ وكتب علم الكلام كان الشيخ نقول هذا علم بالنهاية علم كلام واختلاف تأويلات ما لازم يصل إلى مرحلة أنه ننشغل به وفقط صاروا يشتغلوا ببعض فقط لإيقاع أو إيقاع الحجة على الخصم ويعني تدمير الخصم هيك كان يقولوا بهذه الكلمات بهذه الألفاظ صارنا نشتغل ببعضنا البعض فقط لي يعني بزل الجهد في سبيل تفسيق الآخر وتضليل الآخر لذلك يجب أن نبتعد عن كل ذلك إذا نحن أمة بحاجة إلى أو مكلفة بنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لازم تعد عن كل ذلك نكون مخنا أرقب كتير عقلنا أرقب كتير لذلك شيخنا له أيادة كثيرة جدا بيضاء في تخفيف يعني الخلاف أو حدة الخلاف بين السنة والشيعة كان يقول السنة عندهم تصور خاطئ عن الشيعة وهذه حقيقة والشيعة عندهم تصور خاطئ عن السنة وكل واحد عم يأخذ حكم من تصوراته وإذا لك الفرقة تزداد وتزداد وبهمة المشايخ المتعصبين المتزمتين وهذا كان فيه زمان وكمان الفقه شافعي ما بيصري ولا حنفي وحنفي ما بصري ولا شافعي فكان مرة يصلي على المذهب الشافع مرة على المذهب الحنفي حتى يورجيهم أن القضية قضية أحكام فقهية مختلفة كله صواب وكله مو بسيطة ما لازم يتشيلها من أرضه بعد مسألة توحيد المسلمين وعدم التكفير والتفسيق لازم يكون ننتقل للبلاغ العالمي هذا الجانب مع الأسف مع الأسف هو هذا الجانب الذي نحتاجه اليوم تبليغ الرسالة إلى كل دول العالم يا ريت وإن كان هذا حصل للشيخ بطريقة مباشرة كان شيخنا يقول لو كان عندي قناة فضائية لو يقدر الإنسان يصل طبعا كان فيه تعتيم إعلامي على شيخنا وتعتيم إعلامي ليس داخلي فقط وخارجي ومع ذلك أظهره الله عز وجل فكانت الفكرة كان شيخنا يقول لازم يكون فيه قنوات فضائية عالمية بهذا أنه أنا أول ما طلعت القناة فضائية ألا الآن صار الموبايل أقوى من قناة فضائية قناة يوتيوب أقوى من قناة فضائية وبفضل الله عز وجل الآن دروس الشيخ تنتشر بشكل رهيب رهيب يعني هذا ما دليل صدقه وإخلاصه بعد موته بخمسة عشر سنة كل يوم صفحات جديدة وآلاف المشاهدات بمجرد ما يزيل الفيديو آلاف مشاهدات ليس من إخوانه فقط كتير ناس تواصلوا معي كانوا يقولون إحنا نسمع بالشيخ عن هاتف تارو بس ما كنا نعرف أفكاره من دول أخرى يعني غير سوريا فشي رائع جدا ليش مخبى عننا كان هذا الأفكر هذا العقل مشايخ وغير مشايخ فالفكرة الشيخ نعم يقول لازم ننتقل للبلاغ العالمي بالبلاغ العالمي أنت مكلف أن تحيي هذا العالم كله بالإسلام ما تجيب الواحد يقول له تعالي أسلم لا ولكن تتحدث عن جمالي الإسلامي فحسب فإذا تكلمت عن جمال الإسلام كان يقول مثل الوردة ما بتقدر الوردة بتقلك لا تشمني وتشم ريحتي الطيبة أنت بس طلع الوردة كله بيشم ريحتي الطيبة أظهر الوردة بحقيقتها أظهرها بدون حواجب أو حجب أظهرها بدون موانع بدون مشوهات فبتصل بالنهاية إلى كل الناس بتقول هذا الورد جميل والرائحة جميلة وهكذا الإسلام ينتشر لا ينتشر إلا بهذه الطريقة أما صراعات وندوات وحوارات عنيفة الله يرحمه كان ما قالوا له على الشيخ أحمد ديدات بزمانه كان يناقش المسيحية بشدة وعنفه ويخزيهم قدام المجامع كبيرة يعني فما قالوا له الشيخنا هيك عم يشتغل الشيخ أحمد ديدات وكذا قال الله يرزقنا الحكمة يا أبي هذا بينفر الناس من الدين أكثر من ما يؤلف الناس ويدعوها إلى الإسلام دي لما تنشر الإسلام الحقيقي إسلام الجميل الوردي اللي حكاها تظهر هذا الورد كل الناس ده تحبه فكان شيخنا قلبه بكل ما في معنى الكلمة رباني إنساني يحترم كل الإنسان ويقول كل الناس فيها خير الناس تعترض عليه معقول الملحد في خير كان يقول يا ابني الملحد نصف مؤمن لأنه كفر بالمذاهب أو بالعقائد الخرافية لما بتوافق العقل في بداية عصر الحداثة 3-1-1-3 فكفر بهذه العقائد الخرافية بكهنوت الكنيسة وكرسي الغفران وهالكلام هات فكفر في هذا نصف إيمان هذا دليل هذا كان يحتاج إلى من يقول له اللي عم تبحث عنه هذا هو الإسلام العقلاني إسلام الناضج إسلام الحكيم إسلام الواسع الإسلام الإنساني إنساني إنساني بكل معنى الكلمة الإسلام اللي بيرقى بالإنسان دينا ودنيا الإسلام اللي هو إسلام السلام ما بتظهر لهم يا إسلام جهاد وقتال وعنف ودبح وتقطيع رؤوس فالإسلام هذا الإسلام الجميل فقط أنت أظهره وشوف النوش كيف الناس ونجح في هذا طبعا نجح أشد النجاح ما في بكل دول العالم خاصة العالم الغربي كل الناس تحترم هذا الاسم لو ما دخل في الإسلام لكنه يحترم الإسلام لأنه تكلم بهذا الكلام القضية ما قضية بيوم وليلة يعني داك تبلغ الإسلام إلى ما شارق الأرض وما غاربها بيوم وليلة يعني دوينتهى كل شي وكل ناس تخل في الإسلام شو نحن وين قاعدين أنت عليك تبلغ هذه الرسالة العالمية إسلام عالمي إسلام ليس 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 سوريا ومصر والجزائر وتركيا إسلام كافة للناس بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين فوين علماء المسلمين ليش ما بيشتغلوا بهذا المجال الإنساني العالمي هنا هنا النقطة يعني إذا وجدت علماء مسلمين بيحبوا وحدة المسلمين ما بيحبوا تفرقة المسلمين عندهم قلب يعني يسعى المسلمين تفتجد هذا لكن في المجال العالمي أين هذا العالم اللي بده يصل إلى قلوب أعداء الإسلام طائفت العموتو كيف حبوا الإسلام قال لهم أسلموا تسلموا يؤتيكم الله وأجركم مرتين لأنه فيه فهم خاطئ كان شيخنا هذا من جملة منهج شيخنا أنه يفهم الإسلام بعمومياته وأصوله العامة أما التطبيقات اللي كانت في زمن السن النبوية أو الموجودة في السن النبوية هذه التطبيقات تتغير تغير مع تغير الزمان والمكان والحاجة كله بدي يتغير أما الأصول العامة والمبادئ العامة هذه هي المنهج النبوي الذي يجب أن نعمل به فكانوا يفهموا المنهج النبوي كل المشايخ ما احترامنا كلهم أحسن منا لكن يفهموا بفهم دقيق إذلك كان الشيخ حقيقة مثل ما من يومين كتب أو مبارح كتب أستاذ صلاح ابنه أنه كان مسير للجدل حقيقة هيك كان كان مسير للجدل لماذا؟ لأنه كان جريء كان جريء ما أخذ التوب اللي كان الموجود في زمانه زمانه كان زمانه كان صوفي راهب أو فقيه جامد هيك المشايخ كانوا الحمد لله لا صوفي راهب معت فيه بالمرة مع صفي زهد هو التصوف زهد مع صفي زهد عند الصوفية أو فقيه جامد لا يزال الفقهاء أغلبهم على هذه العقلية فكان العلماء في زمانه كل الإسلام عندهم هو الاختيار الحنفي والشربيني للشافعي وهكذا هذا كل الإسلام عندهم وكأنه وحي نزل من السماء فكان الشيخ جريء كل هذا الأحكام وكل الأحكام نقبل فيها بعضها منقبل بعدها ما منقبل بعضها قائم على التعصب بعضها قائم بدوافع عاطفية بعضها 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 فما منقبل بكل شيء وما منقبل بالمذهبية اللي أنتو بتصوروها لاحظت ففي جرأة كان لذلك كانوا لما كان يحاور المسيحيين وادخلوا إلى المسجد وعمل احتفال كبير بعيد مولد السيد المسيح شوف أنت الجرأة شوف الفكر شوف البعد فطلعوا جماعة هذون إلى الآن موجودين بكل مكان بس يكون إنسان عنده فكر عالمي فكر جامع صار بيصير ماسوني وبيصير مدري إيش عم يقبض مصاري من السفارة الأمريكية ومن الحكيها فلذلك الكل كان يحترم الإسلام الذي حتى الكلمة اللي كان يحكيها شيخنا كلمة خالد بكداش كان زعيم الشيوعيين بسوريا كان يقول له لحافظ الأسد أنه الإسلام الذي أسمعه من المفتي أضعه على رأسي بس تبع المشايخ والله أنا منه براء طبعا ليش لأنه الشيخ عم يورجيه الإسلام حضاري إسلام راقي إسلام علم إسلام حياة إسلام هني عم يورجيهك الإسلام محصور بهالكتب الصفرة الأديمة وإذا تتجاوزها الويلو ثم الويلو ثم الويلو لك وطلابهم يوم إلى الآن على هذا المنهج على فكرة ما تغيروا ما بيتغيروا فالشيخ إذن في فكر الإسلامي العالمي يعني قلب بالمعنى العامي قلب شيخنا كبير كان رباني بكل ما في معنى الكلمة هلأ أنت يا ترى لو لو بعس الآن مثلا 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 بين قوصين للعشر مرات مثلا لو بعس الآن نبي من الأنبياء مثلا طبعا ما في نبي خاتم الأنبياء سيدنا محمد فهما واحد يقطعها هلأ ويقصه فلو بعس نبيه من الأنبياء مثلا على فرض شو بيساوي بيجمع الناس بلو بيقاتل أمريكا ها ولا بيضعي الناس بالحكمة وعيظة الحسنة يخلي الناس كلها تقتنع بكلامه بربانيته ها ويكون فيه تأييد إلهي طبعا له وهذا اللي كان الشيخ يدعو له يعني إذا بدك تجيب مسيحي لازم تكفره أنت ليه أنت لست حاكما عليه ولكن أنت طبيبا تداوي مرضه عنده مشكلة هوة اقنعه حكي معه عريضه عليه الإسلام ما عريضه عليه الإسلام يعني أسلم يعني تكلم عن الإسلام أمامه وإذا بتلاحظوا طبعا هالكلمتين هلأ ما في مجال نشرح موجود بكتابي رحلة وفاء كثير من المواقف لو بتشوف ألفاظ الشيخ لما يكون جالس مع رجال الدين المسيحي وغير المسيحي اللفظ اختيار الألفاظ كان دقيق جدا ولطيف جدا سبحان العاطي سبحان العاطي ويأتي بالمعنى بكل ما هو نفس المعنى ممكن أنت تتكلم بهذا المعنى بصيغة تنفيرية تخليه سبك ويسب الإسلام فالله يرحمه قدس سره فهذا القلب الكبير القلب الجامع الحكيم الحكيم اللي كان ما قال كان يقول شيخنا يضع الأمور في مواضعها هذا اللي نحتاجه اليوم أما اليوم على مستوى المشايخ بيطلع المنبر بيكفر نص العالم عم يشوف المجتمع تارك الدين تارك الكذا كفر نص العالم كلهم ما عد فيهم خير والله لا يوفقون والله لا يردون وإن شاء الله لجهنم الحمراء وإن شاء الله لجهنم الحمراء وإن شاء الله كم يوم شيخ حكى معي من الشام بهالصيغة قال هاد الإسلام لي عجبوا أهل وسهل لي ما عجبوا لجهنم يلا وما شاء الله والله هيك بهالصيغة ومنطلاب شيخنا مع الأسف منطلاب شيخنا مع الأسف جامع أكبر جامع مع الأسف ليش هذه الحدة في الكلام ليه ما هيك شيخنا مربينا ما هيك لازم وعلى مستوى العالمي وإذا بتتكلم أي كلام في نوع من أنواع التجديد شيخنا مجدد في كلمات يعني فيها أو نقاش بعض المسائل التي يجب مثلا إعادة نظر فيها يا لطيف خرجت عن دينك وخرجت عن الإسلام وأنت أنت تريد هدم الإسلام وأنت أكيد ماسوني وأنت أكيد كذا هاي العقليات مع الأسف هي اللي عم تخلينا مكانك ما بدونيانا نتحرك ما بدونيانا نتحرك والله يقدس سره فمع الأسف الجانب العالمي للشيخ حتى نحن طلاب الشيخ ما عم نشتغل في هذا الجانب أبدا إذا اشتغلنا بالجانب الداخلي بين المسلمين ومشينا بهذا المنهج فيه لكن العالمي ما مع الأسف مع الأسف يعني ففيه تقصير كان هي حكمة الله عز وجل لكن الآن الله عز وجل أعاد بعث الشيخ محمد كفتارو من رساني مما نراه هي بس نختم الجلسة البسيطة اللطيفة الله يرحمه يقدس سره لما شيخنا بدء لما 83 بتذكر أنا كنت طفل عمري كان صف خامس كنت كان يحطوا كاميرا واحدة مواجهة كرسي الشيخ وعالية وناس لما نعود ما نقدر نشوف نبعد يمين ويسار يعني طريقة بداية كانت هالقصة من 83 أنا هاد لي بتذكر قبل ما بتذكر فكان فشيخ نشو قال مرة الكاميرا قديمة يعني صار في شي جديد قال ابني بدنا كاميرات وشانا نصير كاميرات يعني لا أمور بسيطة لا نحن هون على الدروش عنا كاميرتين ثلاثة بس كان الوقت بهذاك الوقت الكاميرا بتجي من لبنان وقصة قصة وغالية كتير وبالدولار فقال بدنا كاميرات مشان نعمل مثل السيديو ومونتاج ويطلعوا الصور يعني مو أنا كاميرا واحدة وصورة ثابتة وحطوا البلجاكتور وبوش الشيخ طور الدرس مغمض عين ومفتع عين يعني هيك كانت طريقتهم بدائية فقال بدنا نجيب كاميرات وكذا فمن جملة تحريض الشيخ انه يدفعوا يشتروا الكاميرات قال لهم ابني هاي الكاميرا أحسن من جامع أحسن ما تعمر جامع جيب كاميرا يا لطيف شوف المشايخ وشوف بيانات التكفير وشوف بيانات التفسيق قال لي الكاميرا أحسن من الجامع راح يتلاقي هنه ما بيصوروا ولا بيطلعوا عالتلفزيون وإلى آخري فالشيخ جاب كاميرات وجه واحد اتبرع واتدبرت وجابوا الكاميرات وعم يصور الدروس الآن بعد أربعين سنة هلأ دروس مقاطع كلها عم تنتشر في مشارق الأرض مغاربة كما كان الشيخ يعني شيخنا كان ها الدليل صدق الشيخ الله يرحم كان يتمنى وين الحكام وين الدول ليش ما تتبنى الدولة ليش ما تنقل مثلا المحاضرة ليش بس ما يحقيها بشكل مباشر أنه كانت الشيخ من منهاجه في معلاقته مع الحاكم أنه ما تتصادم مع الحاكم أبدا ما لك أدو لأنت اشتغل بالقاعدة وترك الأمور بتمشي لحالها المهم فالآن اللي كان بده يا شيخ أنه واجعل لي لسانه صدقين في الآخرين هذا اللي صار مع الشيخ ما هيك ولا لا واجعل لي لسانه صدقين في الآخرين هلأ اللي عم يصوروا دروسه وينهلأ ويعرضوها يمكن بعد عشر سنين ما أحد يسمع عليها ما في عشر سنين كل فترة بيطلع شيخ ملايين مشاهدات بعدين ما بتسمع حسه أو بيموت بيموت معه ما عد حدا يحطوا دروسه لما شوفوا الصدق مات وبدء الانتشار لا يزال يتوسع وهي الدروس هاي الكاميرا اللي أفضل من جامع وطلعت ولا ما أفضل من جامع أفضل من مساجد وانتشار وانتشرت الكلام والحكمة والأعجب من ذلك أنه كل شيء الشيخي بيحكيه الآن بعد أربعين سنة حتى المحاضرات الأدين أربعين سنة مناسب جدا لما نحن فيه ما هيك ولا لا إذا أنا غلطان صححوا لي والله أتكلم ذلك بكل تجرد أنا قلت وأعيد الكلام أنا علاقتي مع شيخنا طبعا كانت سن الشباب والمراهقة عاطفية جدا يعني يعني الشيخ وبس وكذا مثل كل هالمريدين لكن فيما بعد يعني العشر سنوات الأخيرة أنا راجعت كل عقائدي حتى في الشيخ فازددت به يقينا وحبا من هون من هون عزفت القلب قلت له على جناب قلت أنا بدي من هون ودرست حياة شيخنا وعقائده وكلامه وعلاقتي فيه وجدت نفسي أكثر حبا وأكثر تعلقا به ورأيت أنه بالفعل هو صفينة النجاة فكر فكره سفينة النجاة للمسلم ولا حوله ولا قوة إلا بالله الله يفرج نحن نبذل ونعمل ما بوسعنا أن نعمل والباقي أخي على الله عز وجل هو الشيخ ناد حياته كله في سبيل الله حتى إذا دخل بيت الخلق عم يفكر بالإسلام إذا نام بيشوف حاله مع رؤساء العالم عم يدعون الإسلام شوف الهم اللي بقلبه هيك عاش وهيك مات الله يرحمه وهلا بعد ما مات كل مالها دروسه تنتشر وكلامه ينتشر وحكمه تنتشر لكن هذا لا يعني أنه خلاص انتهت الأمة وعاد الإسلام كما كان نحن مأمورون بالعمل والباقي على الله الله يرحمه يقدس سره الفاتحة إلى روحه وروح سائر علماء المسلمين الذين سبقون إلى دار رحمته بسم الله بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة